السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإخواني وخواتي مرحبا بكم في حلقة جديدة وفي إعلان جديد ينظم المركز الاستشفائي الجامعي لجهة سوس مباراة لتغضيف مهندسي دولة من الدرجة الأولى متصرفين من الدرجة الثانية تقنيين من الدرجة الثالثة صيدلي من الدرجة الأولى وممردين وتقني صحة من الدرجة الأولى ويحدد عدد المناصب المتباري بشأنها خمسة وتمانون منصبا موزعا حسب التخصصات المطلوبة اللي هنشوفوه إن شاء الله في هذا الفيديو إذن الآن غد نمر لشرح شروطة اللي هي مطلوبة وكذلك الوثائق مطلوبة في ملف الترشيح ونشرح لكم الطريقة دي الإيداع ملف الترشيح وكل شيء آخر أجل إخواني باش تودعوا الملفات ديلكم ما هو تسعود شهر تسعود الفين واثنين وعشرين قبل الساعة الرابعة والنصفة بعد الزوال إذن إخواني هذا هو الإعلان اللي حطها الوزارة الصحة والحماية الاجتماعية غادي نشوفو الآن إخواني المباراة تكون نهار أربعة وعشرين ونهار خمسة وعشرين الشوتنبير على الساعة التاسعة صباحا بكلية الطب والصيدلة وهذا المباراة إخواني مقسمة على جوجل الأقسام كيف تكرنا الأطر اللي هما مطلوبين فعني في هذه الكونكورهادي مقسمة على جوجل الأقسام للأطر اللي غادي دوزو نهار السبت أربعة وعشرين شوتنبير 2020 هما متصرفين من الدرجة الثانية ومهندسي دولة من الدرجة الأولى قانون المنازعات خاصين بمتصرفين من الدرجة الثانية وبالنسبة للديبلوم هذو الشواهد المطلوبة لهذا التخصص هذا كون لديك ديبلوم دراسات العلية معمقة وديبلوم دراسات العلية متخصصة الماستر أو الماستر متخصصة المسلم من الجامعات أو المعاهل المغربية أو ديبلوم معترف بمعادلته تبقى لمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل بالنسبة لهذا الأطور هذو رأى مطلوبين لعدد ديال المناصب منصب لكل تخصص بالنسبة لنوع ديال اختبار كتابي والشفوي وبالنسبة إخواني للإطار الثاني اللي هو مهندسي دولة من الدرجة الأولى اللي طالبين فيه تخصص واحد اللي هو الشبكات والنظم المعلوماتية وبالنسبة للمنصب طالبين المنصب واحد والشواهد طالبين شهادة مهندس دولة مسلمة من طرف المدارس أو المعاهد أو المؤسسة الجامعية الوطني المؤهلة لتسليمها أو إحدى الشهادات المحددة تبقى لمقتضيات الجاري بها العمل وبالنسبة لإختبارات هناك هناك اختبار كتابي والشفوي وبالنسبة لأطار الثالث اللي هو مطلوب هذا التخصص هذا هو التقنية من الدرجة الثالثة وهنا طالبين فيه جوج ديال المناصب يكون هناك تخصص ديال التدبير المقاولات والشواهد المطلوبة هنا بالنسبة لأطار هذا كان هنا طالبين ديبلوم تقني متخصص في التخصص المطلوب مسلم من أحدى مؤسسة تكون مهني وبالنسبة لأختبار كان اختبار كتابي والشفوي هذا بالنسبة ليوم السبت 24 شتنبير بالنسبة للأطار هادو غادي نشوف الأطار الأخرى اللي غادي دوز نهار الأحد يعني يوم الأحد 25 شتنبير اللي فيهم الأطار الإطار للصيدل من الدرجة الأولى ممرض من الدرجة الأولى تقني الصحة من الدرجة الأولى ومساعدة في المجال الطبي الاجتماعي من الدرجة الأولى وبالنسبة للتخصصات سوف نشوفه صيدل من الدرجة الأولى طالبين هنا تخصص الصيدلة وطالبين منصب واحد وبالنسبة للشهادة طالبين ديبلوم دكتورة في الصيدلة أو ديبلوم معطرف بمعادلته لهذا الديبلوم بالنسبة للإطار الثاني هنا ممرض من الدرجة الأولى وبالنسبة للتخصص لطالبين هنا طالبين ممرض متعدد التخصصات لطالبين فيه 42 منصب وممرض في التخضير والإنعاش اللي طالبين فيه عدد المناصب طالبين فيه 3 وبالنسبة للتخصص الثالثة ممرض في علاجات الموالد والأطفال طالبين فيه 4 دين المناصب وبالنسبة للممرض في الصحة النفسية طالبين فيها 14 منصب وبالنسبة للإطار الثالث اللي هو تقني الصحة من الدرجة الأولى طالبين تخصص تقني في المختبر اللي طالبين عدد المناصب السعود وتقني بيوطيبي طالبين في عدد المناصب اثنين ومحضر في الصيدلاء اللي طالبين في هنا جوجة ديال المناصب وبالنسبة للمجال للطب أو المساعد في المجال الطب الاجتماعي من الدرجة الأولى طالبين التخصص يكون مساعد اجتماعي وعدد المناصب اثنين بالنسبة لإخواني الشهادة والديبلوم المطلوبة لهذا ثلاثة ديال الأطور يكون عندهم ديبلوم الإجازة في التخصصات المطلوبة ومسلم من قبل معاهد العليا للمهن التمريض وتقنيات الصحة أو يكون عندهم ديبلوم الطور الأول من الدراسة الشبه الطبية المسلمة من قبل أحد معاهد تأهيل الأطور في الميدان الصحي التابع لوزارة الصحة أو يحدى الشهادة والديبلومات المعادلة لها وفقا للتنظيمات الجاري بها العمل بالنسبة للإختبار اللي كين راكين غير إختبار كتابي بعده فهذا الأطور هدو اللي غاد يكونه نهار 25 شتنبر أنا قد نمر الشروط الشروط اللي هي مطلوبة لهاد الكونكور اللي فيها إخواني أن يكون المرشح من الجنسية المغربية أن يبلغ عمر المترشح 18 سنة على الأقل 45 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية بالنسبة لمتصرفين والمهندسين والصيادلة وممرضين وتقني الصحة والشرط الآخر إخواني أن يبلغ عمر المترشح 18 سنة على الأقل و45 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية بالنسبة للتقنيين وأن يكون المترشح حاسي للديبلوم يخول التوظيف في التخصص المطلوب يعني كيف ما شفنا في الدبلومات الشواهد اللي هي مطلوبة لكل إطار المترشحون الموظفون ملزومون بالترخيص يعني موقع من طرف الإدارة مشغلة يعني الناس اللي هما في التوظيفين يخدامين مع الدولة صدروا لأنهم يجيبوا حتى الترخيص اللي كيخول لهم أنهم يدوزوا هاد الكنكوريات الآن غد نمرو لملف الترشيح والوتائق المطلوبة كان هنا طلب خطي كي يبين في الإسم العائلي والشخصي المترشحة فيه الرقم الهاتف فيه العنوان البارد الإلكتروني والإمضاء والتخصص ديال كل مترشح والوثقة الثانية إخواني تكون نسخة مشهود من طبقتها الأصل الشهادة أو الدبلوم مطلوب بالنسبة للمترشحين اللي حاصلين على الشهادات أو الدبلومات المعادلة للدبلوم مطلوب يجب عليهم أن يتقدموا بنسخة مشهود من طبقتها الأصل ديبلوم في تخصص مطلوب مشفوعا بنسخة من قرار المعادلة المنشور بالجريدة الرسمية والشهادة المشهر إليها في القرار المعادل هنا نسخة مشهود بمطابقة لأصل البطاقة الوطنية التهريفية وكذلك هنا السيرة الداتية المنترشحة تحمل الصورة اليانو وهناك الترخيص كتابي لإجراء المباراة بنسبة لموظفين أو المستخدمين موقع من طرف الإدارات المشغلة بالنسبة للناس اللي هم مختمين في الإدارات مع الدولاء يجيبوا هذا الترخيص الخاص بإجتياز الكونكور بالنسبة للواتق الأخرى هنا شهادة التسجيل في لوائح المعاقين بالنسبة لأشخاص المعاقين مسلمين من طرف وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسعى وهنا نسخة مشهود بمطابقة لأصل تتبهد صفة مقاوم أو مكفول أماء أو عسكري قديم أو محارب قديم يتعين على المترشحين المتغفرين على هذه الصفة هدوما الشروط إخواني وهدوما الوثائق ستنطبق على جميع الأطر سنجد الآن الطريقة الإدارة الملفة للترشيح تودع لفات الترشيح مباشرة بالمقر الحالي للمركز الاستشفائي الجامعي لجهة سوس مساء الكائن بالمعهد العالي والمهن التمريض وتقنيات الصحة بمدينة أغادير أو هذه بالنسبة للناس اللي هما ساكنين في مدينة أغادير والنواحي بالنسبة للناس اللي هما يعني كينين على بر أغادير يعني كينين في مدن أخرين أن ترسل عبر البريد صندوق البريد 56 أغادير الرئيسية يعني تكتب يعني جميع هذه الوطائق هذو كاملين ودينا ونفح لهم فولوب وتكتب عليهم تكتب البريد يعني تمشي للبوست وبوستة وتكتب صندوق البريد 56 أغادير الرئيسية يعني هذو ما جوج الطرق بالنسبة إخواني الآخر أجلين هذه العملية هذي آآ غديرها قبل الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال من يوم الجمعة تسعود شتنبير الفين واثين 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 هذا هو آخر أجل إداع الترشيحات وكل ملف ترشيح يصلوا إلى مديرة المركز بعد هذا التاريخ أو كانت نقصوا يعني بنسبة للناس اللي هما صيفتوه قبل ونقصت شواتيقة من الوتائقة آآ أو لكانت هناك خطأ في البيان المعلومات لن يأخذ بعاني الأعتبار وغد يتم إلغاؤه تماما بالنسبة إخواني الإعلان عن اللوائح المرشحين اللي هما مقبولين باش يجتازوا المباراة غد يلقاوا اللي لست ديال هاد المترشحين اللي هما تقبلوا وغد يجتازوا الامتحانات غد يلقوا مبارسهم في الموقع ديال تشغيل العمومي أو على الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز دابل في دابل في دابل في دابل في بوان سي عش او اس ام بوان ما بالمقر الحالي لمديرات المركز الشفائي الجامعي جاتوس ماسا الكائم بالمعهد العالي للمهن التمريد وتقنيات الصحة بأقادير وغد يطاب الإخواني اللي لقاع أراسوا في هذه اللي لستة ارا هادك اسمية اللي كان في اللي لستة بمثابة استدعاء للمعنيين بالأمر لاجتياز هذه المباراة للقاع أراسوا في هذه اللي لستة يمشي مباشرة يعني على حسب النهار او على حسب الايطار يعني إلا كنتي من الأطور ديال مثلا دفع انت المهندسي دولة ارا غادي يكون عندك نهار ربعة وعشرين غادي يجيك نهار سبت اربعة وعشرين شوتانبير الفين وعشرين إلى مثلا دفعتي مثلا ممرضي من الدرجة الأولى أو لا صيدة لمدة الدرجة الأولى أو لا تقنيات الصحة من الدرجة الأولى ارا غادي يكون عندك الامتحان غا يكون نهار خمسة وعشرين شوتانبير الفين واثنين وعشرين اخواني في الاخير كنتم من لكم التوفيق ومسيرة موفقة اخواني وحاولوا انكم جمعوا هادا ودفعوا وتصفتوا الوثائق ادي لكم اخواني اه قبل من تسعود شرط سعود الفين واثنين وعشرين اه كنتم من لكم التوفيق اخواني ما تنسوش تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد الناد ومتن في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة